بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا أدهم الشهابي وده عرض بسيط عن برنامج حصن المسلم للآيفون حصن المسلم هو برنامج أذكار مبني على كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لسعيد بن علي القحطاني بعد تشغيل البرنامج بيظهر فيهرس عنوين الأذكار للوصول للذكر اضغط على عنوان الزكر عشان ترجع للقائمة الرئيسية ممكن تضغط على أيقونة فيهرس أو أيقونة الأذكار تحت الكتاب فيه تقريبا أكتر من 130 عنوان وبالتالي ضفنا البحث عشان يبقى سهل وصول السريع للأذكار اضغط في خانة البحث وبعدين اكتب سواء كلمة أو جزء من كلمة مثلا نوم صلاة يفضل ان انت تكتب الكلمة من غير الألف واللام يعني صلاة بدل من الصلاة مثلا صلاة البحث بيفلتر قائمة ويطلع بس العنوين اللي فيها وردة كلمة صلاة طبعا بنفس الطريقة هتضغط على أي عنوان هتخش على الزكر اللي موجود تحت العنوان ده وترجع القائمة عن طريق الفهرس أو أذكار علشان تخرج من الفلترة دي وترجع القائمة الرئيسية اضغط على فهرس أو أذكار ويطلع لك الفهر القائمة الرئيسية اللي فيها 130 عنوان ده كان وصف مختصر لطريقة استخدام البرنامج أتمنى البرنامج يكون مفيد وعملي وأتمنى برضو انك ترسل لي أي أخطاء تلاقيها في البرنامج أي اقتراحات أي تعديلات أو أي أفكار لبرامج إسلامية تانية شكرا لك لاستمعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته